بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نكمل بالوحدة الرابع عشر في الدرس الثاني التحويل بين وحدات الطول الهدف من درسنا اليوم أن يحول الطالب بين وحدات الطول من الأكبر إلى الأصغر نتعرف على السلم المتري في الدرس السابق تعرفنا على وحدات الطول متر ديسيمتر سانتيمتر مليمتر السلم المتري في وحدات الطول المتر 1 متر يساوي 10 ديسيمتر لهيك بنكون كاتبين تحت الدرجة 10 لأنه 1 متر يساوي 10 ديسيمتر وال1 ديسيمتر هي 10 سنتيمتر وال1 سنتيمتر هي 10 مليمتر إذا بدنا نحول من المتر إلى الديسيمتر فرح أقفز قفزة واحدة أي درجة واحدة يعني بضرب ب10 إذا بدي أحول من المتر إلى السنتيمتر هي قفزة بالأخضر قفزتين إذا 10 ضرب 10 رح أضرب بمئة قفزتين درجتين كل درجة 10 عشرة إذا 10 ضرب 10 مئة بدي أضرب بمئة إذا حولت من متر إلى سنتيمتر إذا حولت من متر إلى مليمتر فرح يكون عندي 3 درجات ب3 قفزات 10 ضرب 10 ضرب 10 نجمع الأصفار لما نضرب فرح يعطيني ضرب ألف رح نضرب بألف لما نحول من متر إلى مليمتر إذا الواحد متر تساوي 10 ديسيمتر والواحد متر بتساوي 100 سنتيمتر درجتين زي ما اتفقنا فوق والواحد متر بتساوي ألف مليمتر إذا بنا نحول بالمثال الأول 2 متر بدي أحولها إلى ديسيمتر فبتطلع أنا متر لديسيمتر قفزة واحدة بدرجة واحدة بدي أضرب بعشرة 2 ضرب 10 يساوي 20 ديسيمتر طيب إذا بدي أحول من 7 متر لسنتيمتر أنا عند المتر بدي أروح لعند سنتيمتر درجتين يعني بدي أضرب بـ 100 7 ضرب 100 يساوي 700 سنتيمتر بدي أحول 9 متر إلى مليمتر بتطلع أنا عند من المتر بدي أحول للمليمتر 3 درجات يعني 3 قفزات يعني رح أضرب بـ 1000 9 ضرب 1000 يساوي بنجمع الأصفار بالضرب 9000 مليمتر طيب رح نتعلم اليوم العلاقة بين الكيلومتر والمتر الواحد كيلومتر اللي استخدمناها لقياس المسافات البعيدة حكينا أو قياس المسافات بين المدن والمحافظات بين الدول هي الكيلومتر الواحد كيلومتر هي 1000 متر هلأ بدي أضيف الكيلومتر على السلم المتري وبشوف بما أنه الواحد كيلومتر هي 1000 متر فرح يكون تحت درجة الكيلومتر في عندي 1000 متر لأنه هي بتساوي واحد كيلومتر بساوي 1000 متر إذن واحد كيلومتر بتساوي 1000 متر ويبقى السلم المتري كما هو هون 10 متر بساوي واحد متر بساوي 10 ديسي متر الديسي متر بساوي 10 سنتيمتر واحد سنتيمتر بساوي 10 مليمتر بس ضفنا الكيلومتر على السلم المتري طيب خلينا نشوف شو رح يختلف بإضافة الكيلومتر إذا نبدأ أحول واحد كيلومتر فرضان نبدأ أحول كواحد كيلومتر للا متر فرح أضرب ب1000 لأنه الدرجة عليها 1000 طيب إذا بدي أحول من كيلومتر لديسي متر في عندي 1000 ضرب 10 إذن كم صار عندي صفر 4 أصفار يعني 10 ألاف رح أضرب ب10 ألاف وهكذا طريقة نيجي هلأ أحول 3 كيلومتر إلى متر حكينا الواحد كيلومتر بتساوي 1000 متر والدرجة عندها 1000 إذن رح أضرب بكم ب1000 3 3 ضرب 1000 يساوي 3000 يساوي 3000 متر 7 كيلومتر بدي أحولها لديسي متر درجة درجتين درجتين لكن في عندي درجة عليها 1000 ودرجة عليها 10 10 ضرب 1000 10 ألاف إذن رح أضرب بكم صفر بأربعة صفار اللي هي رح أضرب ب10 ألاف من كيلومتر لديسي متر إذن 7 ضرب 10 ألاف 1000 تساوي 70 1000 ديسي متر إذن بدي أحول إذن كان عندي فاطلة عشرية 3.5 كيلومتر كي بدي أحولها لمتر أول شي بشوف بكم بدي أضرب كيلومتر لمتر قفزة واحدة زي ما اتفقنا لأنه الواحد كيلومتر هي 1000 متر بدي أضرب ب1000 3.5 ضرب 1000 أخذنا بالفصل الأول كيف نضرب ونحرك الفاصلة العشرية وحكينا في حالة الضرب فالفاصلة العشرية بتتحرك كل صفر بحرك الفاصلة العشرية منزلة إلى اليمين فنبدأ هذا الصفر اللي أنا حطت على دائرة بالأزرق رح حركها منزلة إلى اليمين يعني بصير الرقم 35 ويتبقى هلأ هذا الصفر بطير مع الفاصلة بيتبقى عندي صفرين بحطهم إذن الناتج 3500 بنعيد في حالة ضرب بنحرك الفاصلة نحو اليمين كل صفر بحرك الفاصلة منزلة واحدة إلى نحو اليمين أنا عندي هون الفاصلة بعد منزلة واحدة إذن رح أحتاج عشان أشيل الفاصلة فقط صفر واحد فهذا الصفر رح يتكفل بأنه شيل الفاصلة منزلة اليمين رح تشيل كامل وحيكون الرقم 35 ويتبقى عندي صفرين رح أضيفهم للعدد فبيكون عدد 3500 متر ننتقل للمثال تنين رتب الأطوال تصاعدياً لو أجاني سؤال أرتب الأطوال تصاعدياً كان عندي أرقام بوحد مختلفة عندي سنتيمتر 235 سنتيمتر 11 ديسيمتر 8 متر وطلب مني أرتبهم تصاعدياً أول خطوة لازم أعملها أني خطوة أوحد وحدات الطول المختلفة عندي وحدات طول مختلفة سنتيمتر ديسيمتر متر ما بصير أقارن بوحدات طول مختلفة لازم أوحد كل وحدات الطول يعني أجعل وحدات الطول متشابهة بعدين أقارن أو أرتب تصاعدياً أو تنازلياً طيب إحنا تعلمنا بدرسنا اليوم إنه نحول من الكبير للصغير من الكبير وبنزل للصغير دايماً بضرق مو العكس مو إني أحول من الصغير وأطلع عشان أقسم بحول من الكبير للصغير أوكي مين أكبر وحدة عندي المتر مين أصغر وحدة أنا هلا هون شايفها اللي هي الصانتيمتر إذن أنا الصانتيمتر هاي بدي أحول كلهم بدي أحولهم للصانتيمتر إذن بدي أحول المتر للصانتيمتر وحول الديسيمتر للصانتيمتر والصانتيمتر تبقى كما هي أوكي إذن المتر تمانية متر بدي أحولها لصانتيمتر صانتيمتر كيف احول المتر لسنتيمتر انا عند المتر وبيدي انزل لعند السنتيمتر قفزتين زي ما احنا شايفين هؤل اذا بدي اضرب بكم بمية تمانية ضرب مئة يساوي تمانمئة سنتيمتر وبيدي هلا احول 11 ديسيمتر كمان لمين من الكبير الديسيمتر للسنتيمتر الصغير 11 ديسيمتر انا عندي ديسيمتر وبيدي انزل لمين للسنتيمتر بدي اضرب بكم فقط بعشرة اذا 11 بدي احولها للسنتيمتر اذا 11 ضرب 10 يساوي مئة وعشرة سنتيمتر هلأ صار عندي بقارن بين 235 سنتيمتر و110 سنتيمتر و800 سنتيمتر هاي انا وحدت وحدات الطول جعل وحدات الطول كلها متشابهة الثلاثة هلأ بقدر ارتب تصاعديا يعني من الصغير للكبير عندي 235 سنتيمتر و110 سنتيمتر و800 سنتيمتر مين الاصغر اذا بدي ارتب تصاعديا بدي ارتب من الاصغر مين الاصغر عندي 110 هي الاصغر هي رقمها واحد بالترتيب بعدين عندي 235 رقمها 2 80 وبعدين عندي اخر شي رقم ثلاث اللي هي الاكبر اللي هي 800 سنتيمتر ننتقل لمثال ثلاث ملعب مستطيل الشكل طوله 9 متر وعرضه 550 سنتيمتر ما الفرق الفرق نعرف يا رابع هو طرح ما الفرق بين طوله وعرضه اذا الفرق يعني اطرح طيب بالسنتيمتر هو محدد لنا الوحدة اللي انا رح اوحد فيها واطلع الناتج فيها بالاخير طيب انا عندي وحدة مختلفة اللي هي من 9 متر اذا بدي احول ال 9 متر الى سنتيمتر 9 متر برجع لعند السلم المتري متر ولا سنتيمتر قفزتين ضرب 100 عشرة ضرب عشرة ضرب يعني 100 9 ضرب 100 يساوي 900 سنتيمتر 900 سنتيمتر هذا الطول وعندي العرض يساوي 550 سنتيمتر هلا رح اجد الفرق بين الطول والعرض 900 سنتيمتر ناقص 550 سنتيمتر يساوي 350 سنتيمتر الشرط عشان اجمع او اطرح بين وحدات الطول يجب ان تكون وحدات الطول متشابهة اوحد وحدات الطول اي اجعلها متشابهة وحدات الطول او حاند توقعه